صباح الخير عليك يا هدير وصباح الخير على كل المشاهدين يعني المنتخب المصري في الحقيقة قدم لنا مباراة مبارح كانت قمة في الجمال يعني روح قتالية علي للمنتخب اللي كافح وقدم لنا حاجة نتشرف بيها شكرا منتخب مصر شكرا رجالة مصر الأبطال اللي لعبوا بطولة أفريقيا بأداء بيليق باسم مصر الكبير احنا صحيح خسرنا البطولة لكن كسبنا جيل جديد بيلعب بروح قتالية وعزيمة وإصرار وشخصية لمنتخب مصر وده أهم حاجة احنا كنا متخوفين ان منتخب مصر ما كانش بيين له ملامح لكن النهاردة احنا قادرين نقول ان احنا عندنا جيل جديد قادرين نفتخر به فتوح أبو جبل زيزو مرموش كله 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 احنا اتفاجئنا بيكو كلكو أداءكو كان مبهر هايد لك للمنتخب يعني اللي قدم لنا أداء رجولي في بطولة في الحقيقة كانت صعبة جدا احنا لعبنا أربع مطشات نهائي في البطولة دي كوتفوار المغرب الكامرون السنغال وكل مطش 120 دقيقة وكل مباراة لعبناها في الحقيقة كانت أصعب من اللي قبلها وله هنتكلم عن المباراة الأخيرة والمنتخب اللي لعبنا قدامه المنتخب السنغالي اللي كسب عن استحقاق وجدارة لكن خلونا نبقى متفقين المنتخب ما لعبش مع منتخبات صعبة زي المنتخبات اللي احنا لعبنا معاها ما عندهمش نفس الإصابات اللي عندنا ما نقدرش نقول إنه هو يعني شايف اللي احنا شفناه حتى من التحكيم لكن احنا مش هنبرر ومش هنتحقك الناس لعبت وكسبت ومبروك عليهم ألف ومبروك ومبروك علينا المنتخب عشان كده بقول شكراً لكل لعب لابس تشيرت المنتخب المصري الكل كان مقاتل في الملعب الكل كان يستاهل إننا نفتخر ونتشرف باللي قدموه وطبعاً أنا مش هنسى إن احنا نشكر شكر كبير قوي للقيادة الفنية وكيروش اللي قدم لنا لعيبة جداد ويعني وثق في الخطة بتاعته وما سمعش الانتقادات اللي كانت بتتوجهله وإن شاء الله الجيل ده هيكون لي تاريخ كبير وحيحقق بطولات كتيرة الفترة اللي جاية وكمان عايزة أشكر الجمهور المصري اللي دعم المنتخب بشكل كبير جداً حتى بعد الخسارة هاشتاج شكراً منتخب مصري متصدر الترند على تويتر امبارح فشكراً لكم وخليكم بالروح دي وخليكم يا جمهور يا مصري بتشجعوا المنتخب بنفس الروح دي عشان كمان 40 يوم ننتقم بقى وناخد إن شاء الله ونكسب السنغال ونتأهل للمونديال يا هدير صحيح عندنا موتشين مش سهلين وعندنا يعني روح قتالية عالية وده شيء مهم جداً جداً شفناها من اللعيبة من رجالة المنتخب المصري لحد آخر دقيقة في المباراة الناس دي فعلاً كان نفسها تفرحنا وده اللي وصل لنا بالفعل وإحنا فرحانين بيك وفخرين بيك وبالأداء المشرف اللي شفناه بقى لنا أربع موتشات بنشوف لعيبة يعني بتاكل النجيلة زي ما بيقولوا كده بتجري في كل حتة في الملعب مفيش حاجة متعملتش لعيبة يمكن قبل الكاس أمم أفريقيا ما كانش حد حافظ أساميهم وده الجديد وده المكسب الحقيقي اللي حصل في بطولة أمم أفريقيا المرة دي إنه بقى فيه شكل وشخصية للمنتخب كنا مفتقدينها وعليه الناس كلها تساند المنتخب الوطني بشكل كبير جداً 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 بدون اعتراضات كتيرة زي ما كنا بنشوف في أول البطولة اللي يمكن ما كناش موفقين فيها في الأول مارش نيجيريا بعدها بترينا نفوق شوية مارش السودان ومارش غينيا وإن شفنا أداء ولا أفضل من كده شفنا شخصية قوية جداً للمنتخب المصري الحقيقة أداء بطولي من الجميع ودموعكم الحقيقة مبارح غلي علينا جداً جداً الناس كان نفسها في التامنا علشان تكلل المجهود الكبير اللي عملتوا لإنه الحقيقة أنتوا جيل يستحق صلاح وابو جبل وتريزي جي ونني واحمد حجازي شريف فاتوح مفيش حد ما عملش اللي عليه يعني الوينش إحنا شفنا أداء وإصابات والتحمات قوية كانت ثقيلة جداً جداً من كل المنتخبات الحقيقة شفنا تحكيم ما كانش أحسن حاجة بالنسبة لنا ومع ذلك كان فيه روح قتالية عالية جداً جداً لحد آخر دقيقة الناس دي كان بتلعب عشان تفرحنا أبو جبل أمبارح هو بياخد أحسن منوف دا ماتش أنه يعني مش قادر يتبسط بيها لأنه هم كان نفسهم أنهم فعلاً ياخدوا البطولة ويفرحوا كل الشعب المصري لكن الحقيقة أنه أمبارح على قد مزعيننا هي كرة مكسب وخسارة لكن إحنا اتعودنا من منتخبنا أنه نفرح ونتبسط لكن هي كرة كده وعلشان كده دايماً بنقول يعني هارد لك واسمها ضربات الحظ الترجحية فعليه حصل دا؟ اللعيبة اللي ضيعه عبد المنعم دا اكتشاف البطولة دا يعني الدفاع القادم لمصر ويمكن ما فيش حد مبارح زعلان منه الراجل شات شوطة كويسة جداً جات في العرضة مش بتاعتنا ويمة لعيبة كتيرة واسامي كبيرة جداً وبتضيع هو يعني دا إرادة ربنا وما أعتقدش أنه في حد يقدر أنه يتكلم عن أداء أفضل من كده لأنه وصلنا لشكل من المنتخب في رضا تام من كل الناس عنه عندنا أفضل عندنا أفضل القادم أفضل بإذن الله والمبارايتين اللي عندنا في مارس بإذن الله يكونوا أفضل مجهود كبير جداً 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 عملته الفرقة مجهود يفوق احتمالهم الحقيقة ما أعتقدش ما فيش فرقة تانية لعبة عدد الدقائق اللي إحنا لعبناها إحنا بقلنا أربع موتشات بنواجه فرقة قوية جداً جداً بوقت إضافي كل مرة ففعلاً أنتو شرف وفخر لينا كلنا ألف شكر للقائد العملاق صلاح وألف شكر لابو جبل يعني عملت أكتر من اللي عليك ألف شكر لكل اللعبة سلية رزيجي عبد المنعم ونني وفتوح ويعني زيزو كل الناس طول المباراة مرموش أحمد حجازي مفيش لعب نقدر ننسى اللعبة حتى اللي عددك لما نشوف أنه مع كل إصابة بتبايدك على قلبك شنوي مصاب القنين شفنا أداء رجولي من أبو جبل ولا أفضل أبو جبل اتصاب نزل صبحي يعني طبعا كل شكر لكابتن عصام الحضري ولكل يعني القائمين على المنتخب المصري كابتن وقل جمعة شكرا كيروش محدش دلوقت يقدر يتكلم فيه طريقة لعب كيروش واللي بيحصل وأعتقد أنه الدانة بدائل والدانة أسامي ما كانتش موجودة عام دانة قبل كده وده مهم جدا شكل المنتخب اللي وصلنا له ده حاجة مهمة جدا والروح اللي كمان الناس بتدعم بيها المنتخب الوطني ببسنت روح مختلفة الناس عندها استعداد أنها تفضل تدعم بالطريقة دي لأنه شايفوا أداء رجولي من اللعيبة يستحق أن احنا نكمل المشوار اللي احنا بتدناه وزي ما انت قلت والناس كنت تتكلم من مبارح على المبارايتين القادمين في شهر مارس مع السنغال وفعلا انتوا جيل يستحق يكون موجود في كاس العالم فكل الناس وراكه كل الناس بتدعمكم شفنا مبارح المؤتمر الصحفي الوزير الشباب ورياضة وهو بيتكلم معهم أنه محتاجين نركز واللي جاي أفضل آه انتوا زعلانين لكن كل الناس وراكه شفنا تويتا لسيادة رئيس عبدالفتاح السيسي وهو بيدعمكم وقد ايه يعني بيكلل مجهودكم بالنجاح لأنه يعني أكيد القادة السياسية بتاعي تماما أنه دي كورة ومكسب وخصارة لكن الفارق هنا هو أداء المنتخب المصري الأداء الرجولي وأعتقد أنه كان من أفضل المنتخبات الموجودة في البطولة وإحنا يعني شايفة أنه آه صرنا بطولة لكن كسبنا جيل جديد مختلف للمنتخب المصري روح القتالية عالية جدا 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 ودي حاجة غاية في الأهمية بصلا ده حقيقي يا هديرو زي ما انت قلت يعني أن هم عملوا اللي عليهم مزيادة ويمكن زي ما انت قلت وشارحتي ووفيتي في الحقيقة أنه يمكن ربا ضرة نافعة يعني إن شاء الله إن شاء الله ده يكون يا هدير حافظ لنا أن احنا نكسب ونتأهل للمونديال بإذن الله ونلعب حلوة قوي وانت قلت جملة حلوة قوي أن هم اللي طمعونا في أن احنا نكسب احنا في الحقيقة وإحنا داخلين البطولة دي في الأول ما كناش شايفين أي ملامح ما كناش عارفين هنوصل لفين لكن احنا النهاردة المنتخب الوطني طمعنا إن احنا نكسب البطولة وكما نتأهل أكيد للمونديال وإحنا بنتمنى لهم كل التوفيق أكيد في اللي جاية هدير بكل تأكيد يا بسانتا بنصبح على حضراتكم في كل مكان وصباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر